النوع الثالث هو الكونتكت ترانسميشن ده لازم بيقى فيه دايريك كونتكت يعني بمعنى تاتشنج لازم بيقى فيه تاتشنج او مثلا ممكن يبقى ان دايريكت معناها انه ممكن يبقى مثلا البيشنت مثلا يعني تم استعمال مثلا اداء جراحية او اداء يعني ميديكال ديبايس معينة عليه وبعد كده تم استعماله على مريض اخر ما عندوش المرض ده فممكن تنتقل من خلال البيشنت من بيشنت لبيشنت لشخص عادي او من خلال البيشنت لميديكال ديبايس ده تنتقل للشخص التاني فطبعا فيها فيها يعني امراض كثيرة ممكنها تنتقل بالشكل ده طبعا وامراض كلها خطيرة الحقيقة فهنا برضو البرتكتيب ميجرز نحنا نحط البيشنت برضو يا اما سينجل روم يا اما كوهورت ايزوليشن يبقى برضو المرضى اللي اليوم نفس المرض بيبقوا كلهم في نفس المكان ما يبقاش في حد تاني يعني مرض مختلف معاهم هنا بقى بنحتاج gloves and gowns يعني بنحتاج ان احنا نلبس يعني ادوات او لبس واقي بحيث ان احنا يعني ما يبقاش في فرصة للتوتشينج ما يبقاش في فرصة direct contact او indirect contact فbasically gloves and gowns بيبقى في الحلقة دي الحقيقة بيبقى مهمين جدا وبعد كده من الحاجات المهمة برضو اللي احنا بعض الناس منتاخدش بالا منها ان هي حتى لو واحد لابس gloves gloves انه تبقاش 100% يعني secure فلازم بعد ومنخلص لو في حد عمل مسلا شغل في حتة فيها مريض من الامراض اللي هي بتنتقل بال contact يبقى لازم بعد ما يشيل gloves لازم يعمل disinfection للهانز يعني يجيب disinfectant ويعمل disinfection للهانز عشان يتأكد مئة في المئة ان ما حصلش اي يعني contact او حصلش اي ما كانش فيه اي leakage مثلا من خلال gloves او كده تهتن المرض ليه فده كده نوع التالت اللي هو في contract transmission وهو حقيقى نوع من اخطر انواع ولازم ناخد قبلنا منه كويس جدا